السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب مدرسة الحكمة الخاصة طلاب الصف الحادي عشر درس جديد من دروس اللغة العربية بعنوان تطبيقات نحوية على ما درستموه خلال الفصل الدراسي الثاني معكم الأستاذ فوز النجار معلم أول اللغة العربية بالمدرسة تحت شرف مديرة المدرسة الدكتورة نجلاء اللواتية معنا تطبيق نحوي اقرأ الفكرة التالية ثم أجب عما بعدها من أسئلة الوطن أغلى ما يملكه الإنسان فكم من رجال أو فياء أخلصوا في الدفاع عن أوطانهم التي يعيشون عليها فمن يحب وطنه فالجنات من نصيبه ورب الكعبة إن العلم نور للجميع استخرج من الفكرة ما يلي كم وبين نوعها كما نعلم أن كم نوعان كم خبرية وكم استفهمية فلو قرأت في الجملة ستجد فكم من رجال أو فياء أخلصوا في الدفاع عن أوطانهم هذه هي جملة كم ونوعها طبعا خبرية لأن أتى بعدها حرف الجر منه جمعا للقلة وزنهم جموع القلة لها أربعة أوزان هي أفعل 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 فعلة أفعل 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 فعلة فلو نظرت للجملة ستجد كلمة أوطان على وزن أفعل جمعا للكثرة أي جمع للتكسير غير الأوزان الأربعة السابقة ستجد كلمة رجال على وزن فعل وقد تكون أوفياء على وزن أفعلاء وغيرها جملة لها محل من الأعراب أي تكون في محل نصبي أو رفع أو جر أو جازم لو نظرت للقطعة التي أمامك ستجد فيها جمل كثيرة لها محل من الأعراب ومن هذه الجمل التي أمامك ستجد جملة فالجنة من نصيبه وهي جملة جواب شرط جازم مقترن بالفا وهي في محل جازم جملة ليس لا محل من الأعراب جملة كثيرة جدا ليس لا محل من الأعراب لو تأملت للقطعة التي أمامك ستجد الجملة الابتدائية الوطن أغلى ما يملكه الإنسان فهي جملة ابتدائية ليس لها محل من الأعراب وأيضا هناك جملة أخرى ليس لا محل من الأعراب وهي جملة يعيشون عليها صلة الموصول لأنها سبقت بالاسم الموصول التي سادسا هات اسم الآلة من يرى مرأة ومن نظرة من ذار أو نظارة ومن فتحة مفتاح أو فتحة الإعراب الوطن مبتدأ مرفوع على مترفعه الطم وهي الكلمة الأولى في القطعة كلمة رجال فكم من رجال هتبقى تمييز مجرور بمن وعلامة جره تنوين الكسر ولا تقول اسم مجروب منه بل هي تمييز لأن كم لا بد أن يأتي بعدها تمييز من أوزان جموع القلة كما قلت أثناء الشرح والتوضيح جموع القلة لها أربعة أوزان وهي أفعل 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 فعله فستضع مكان النقطة تكتب أفعله أفعل أو أفعال أو فعله شكرا لكم على حسن استماعكم وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا التطبيق النحوي ترجمة نانسي قنقر